بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله أهلاً وسهلاً بحضراتكم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نرحب بحضراتكم في حديث الروح سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكون حديثاً سارياً من القلب والروح إلى القلب والروح وأن يتقبل منا جميعاً وأن ينعم علينا جميعاً بالإخلاص قولاً وعملاً ومما علمنا رسول الله ومما أرشدنا إليه صلى الله عليه وآله وسلم أن نستعيد بالله سبحانه وتعالى والعوذ إنما يكون به سبحانه وتعالى فهو الإله وهو الله سبحانه وتعالى صاحب القدرة وهو الإله سبحانه وتعالى صاحب العلم علمنا أن نستعيد بالله من أمور ومما علمنا أن نستعيد بالله مما يعيقنا عن الحياة ومما يجعلنا لا نستمر في صوب طريق النجاح أنت أيها الطالب علمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستعيد بالله سبحانه وتعالى من من الأشياء التي تعيقك عن النجاح والاستمرار أنت أيها المرأة أنت أيها الرجل كل موظف كل جندي كل من هو في موقع من المواقع أي أن كان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وبقلبه الذي كان حريصا علينا وعلى أن تكون حياتنا أسعد وأجمل علمنا رسول الله أن نستعيد من معوقات النجاح فما هو الذي علمنا رسول الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الأحاديث وكتبه الصالحون وعلمه الصالحون للأجيال لكي يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه في الصباح وفي المساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن أو من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال هذا الذكر في الصباح والمساء استعان به على حياته وأن يصل إلى سبيل النجاح أن يصل إلى ما رسمه هدفاً لحياته لأنه صعب على الإنسان أن يتحمل الهم أو الحزن فيصل إلى النجاح ولذلك نستعيذ بالله من الهم والحزن وكأننا نستعيذ بالله عز وجل أن نشكك في رحمة الله وكأننا نستعيذ بالله أن ينتابنا شك في أن الله سبحانه وتعالى لا يريد لنا إلا الخير الهم والحزن أن يدخل الإنسان إلى قلبه أن الحياة صعبة وأنه يستحيل أن ينجح هذا مما يستعاذ بالله منه لأن الله سبحانه وتعالى واسع كريم ما خلق إلى أحداً إلا وجعل له من النعم ما يستطيع به أن يعالج الحياة مما كانت ظروفها أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل أعوذ بك من العجز عندما يكون الإنسان صاحب مواهب وصاحب قدرات فلا يتخذ مواهبه وقدراته سبيلاً للنجاح وسبيلاً لما وضعه وأقامه الله سبحانه وتعالى فيه انخفاض الهمة هذا هو العجز ولذلك قال في الحديث الآخر استعم بالله ولا تعجز استعم بالله كن دائماً مرافقاً لإيمانك بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز لا تشكك فيما وأقامك الله سبحانه وتعالى فيه الهم والحزن والعجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل والجبن والبخل والإصراف معوقات أيضاً للحياة يستعاذ بالله منها ونعوذ بك من غلبة الدين لأن الدين هم ينبغي للإنسان أن يستعين بتدبير أمره على أن يتجنب الوقوح فيه ومن قهر الرجال ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة وأن يوفقنا جميعاً صغاراً وكباراً طلاباً وغير ذلك من جميع الأطياف والأصناف نسأل الله سبحانه وتعالى تمام التوفيق في الحياة وبعد الممات شكراً لكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين